في الحديث الآخر في معرض تحذيره صلوات الله وسلامه عليه من خطر الفتن وضررها على قلوب المؤمنين وعلى قلوب الناس عامة في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه رواه مسلم في صحيحة هذا هو تحذير الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الفتن التي تعرض على القلوب وشرها وعواقبها وأن القلوب على قلبين قلب أنكرها كلما كلما اعترضت عليه فتنة أنكرها وابتعد عنها ولم يقبلها بتوفيق الله تعالى إيمانا منه بالله سبحانه وتعالى واعتصاما به سبحانه فينكت به نكتة بيضاء حتى أنه يكون هذا القلب أبيض كالصفاء أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض أما الآخر الذي يستقبل هذه الفتن كلما جاءت فتنة استقبلها وقبلها حتى يسود هذا القلب ينكت فيه نكتة سوداء هو هكذا حتى يكون أسود مربدا أي أسود كالح السواد كالكوزي مجخيا أي كالكأس المكفي الذي لا يستقبل شيئا الكوز الكأس الذي هو مكفي لو يصب عليه ما يحتفظ بشيء فهذا هو وصف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يعرف معروفا على إذر هذا أصبح المعروف لا يعرفه ولا ينكر منكرا المنكر لديه مقبول نسأل الله السلامة والعافية فلا ينكره إلا ما أشرب من هواه ما يهواه هو الذي يعتبره معروفا عنده ومقبولا ولو كان منكرا نسأل الله السلامة والعافية فالذي يميل إليه ويهواه وأشرب قلبه به هو الذي يعتبره معروفا لديه أو منكرا عنده وذلك على ضوء ممتلأ به القلب من الفتنة نسأل الله السلامة والعافية ترجمة نانسي قنقر